اهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من مادة الرسم الفني للصف الاول قسم ملابس جهزي النهاردة انا اخد مقدمة عن منهج الترم التاني لمادة الرسم الفني احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها ورجعنا فيها عن المقاسات وطريقة اخذ المقاسات وعرفنا كل جزء فيه الاجزاء اللي باخدها وازاي ارفع المقاسات من على جسم الانسان واخدنا الطريقة الصحيحة لاخذ المقاسات وازاي اعمل اطلع من جدول المقاسات المقاسات اللي انا عايزيها وايه الفرق بين المقاسات اللي هي القياسية والمقاسات جدول المقاسات اللي هو المحلي اللي انا بشتغل عليه واخدنا راجعنا برضو على رسم البطرون للجونيلا وقلنا هنبدأ نمرن ايدينا خلال الاجازة على رسم البطرون وخطوات رسم البطرون عساس ما نساهاش ونبدأ بعد كده ندخل في المنهج بتاعنا اللي هو طريقة رسم البطرون للبنطلون النهاردة هنكمل برضو رحلتنا مع الجونيلا وهنرجع برضو نذكر بعضنا كده باللي احنا اخدناه في الجونيلا وازاي انفز جونيلا طبعا احنا دلوقتي ممكن نعمل جونيلا لأختك لولدتك ممكن والدتك تشوف معانا الحلقة وتشوف ازاي نقدر ننفز بطرون الجونيلا مع بعض تعالوا مع بعض كده النهاردة ناخد ايه فكرة ونراجع مع بعض على الجونيلا وازاي خطواتها وليه بستخدم الجونيلا وليه بقول ان الجونيلا دي تعتبر ايه من القطع الهامة في قطع الملابس احنا عارفين قطع الملابس بتبقى بلوزة وبتبقى يئمة بانطلون يئمة جونيلا او طيير يبقى طييري اما بتبقى بدلة جاكت وبانطلون او جاكت وجونيلا فبنعتبر ان الجونيلا دي جزء من اجزاء الهامة للمنتج او للملابس تعالوا ونبدأ كده حلقتنا النهاردة ونشوف الجونيلا وتعرفها واجزاءها وازاي اختار الاقمشة اللي تناسب معيها وازاي اقدر اعمل موديلات متنوعة من الجونيلا وادر انافزها مع بعض يلا مع بعض كده اول حاجة هنتكلم عن الطنورة اللي هي الجونيلا بقول الطنورة هي ايه هي رداء لتغطية الجزء السفلي من الجسم وترتدى مع الجاكت لتكون طيير وتقولها يبدأ من الخصر الى الطول المراد تنفيذه طبعا للتصميم واطولها يعني انا بقول الطنورة او الجونيلا بتبقى هي جزء من ايه من اجزاء الجسم او الجزء اللي هو بيغطي الجزء السفلي من الجسم وبيبقى طلها حسب الطول المطلوب ودي بتتناسب ممكن تتناسب مع الطيير ممكن البسها على شيميز ممكن البسها على بلوزة يبقى انا الطنورة بقدر او الجونيلا بقدر البسها على اي جزء علوي مرتدى من اعلى فانا بقول ان الطنورة هي ايه هي تقوم بتغطية الجزء السفلي من الجسم نكمل مع بعض الطنورة اطولها كثيرة اول حاجة الطنورة القصيرة اللي احنا بنقول عليها الميني جيب وطولها يبدأ من الخاص الى اعلى الرجبة بيبقى 10 سنتي الى ايه 20 سنتي يعني هي بتبقى اعلى الرجبة من 10 الى 20 سنتي ودي بقول عليها اللي هي الجونيلا اللي هي الميني ايه مني جيب الطنورة الشانيل وهي تبدأ طولها اسفل الرجبة بتبقى بتبقى يعني ايه طولها بيبقى تحت الرجبة من 20 سنتي من 10 سنتي الى 20 سنتي الطنورة الماكس هي تبدأ من القصر الى الارض دي اللي هي الطنورة الطويلة او الجونيلا الطويلة شروط اختيار نوع النسيج المناسب للتنفيذ الطنورة طبعا انا قبل ما ببدأ اعمل الجونيلا بتاعتي او الجيب اللي انا هنفذها لازم اختار نوع القماش اللي هي ناسب معي انا بعد ما برسم البطرون وببدأ اعمل التعشيق بتاعي واشوف انا هاخد قد ايه لتنفيذ الجونيلا دي لازم اعرف ايه هي الخامة المناسبة لتنفيذ الجونيلا يعني هل الجونيلا دي هنفذها على قماش ايه قماش صوف قماش قطني قماش حرير قماش شفون قماش اللي هو الرزالين او جيباردين يبقى لازم اعرف نوع القماش اللي انا هنفذ عليه الجونيلا عشان انا لمنزل اشتري الجونيلا القماش اعرف ايه هو نوع القماش اللي هيتناسب مع مين مع الجونيلا اللي هيتم تنفيذها دعالوا مع بعض كده نشوف ايه هي انواع الاقمشة وإيه تتناسب مع أنهي قصات في الجنلة لأن كل قصة لها نوع قماش معين مش كل القصات بتبقى تتناسب مع كل الخامات أول حاجة عند تنفيذ طنورة ذات قصات طويلة أو كسرات أو كلونية يكون النسيج متوسط السمت لإعطاء القوام المناسب للطنور يعني قماش الكسرات والكلونيات بيبقى ليه أكمشة بتبقى معينة بتبقى أكمشة مش سميكة ومش خفيفة يعني ممكن تبقى متوسطة السمت وحيانا ممكن أعمل لو أنا هعمل قصرات متعددة ممكن بتبقى في الشفون بتبقى شكلها حلو جدا في الأكمشة اللي هي الحرير بس أما حاجة ما يجي أعمل قصات الكالونيات والقصرات ما تكونش القماش اللي هو فيه مطاطية لأن هو القماش اللي فيه مطاطية نسبة مطاطية عالية دوت ما بيديش الشكل بتاع القصرات يعني حتى لو عملت فيها قصرة قصرة بتتغير بعد الغسيل لأن قماش المطاط ما بيحتفسي بشكل الكسرات فلازم أننا ما يجي أنفذ الموديل لازم أختار القماش اللي يحفظ لي على شكل القصة بتاعتي حتى بعد إيه بعد الغسيل وبعد إيه إيه كاي نرجع مع بعض يبقى عند تنفيذ طنورة زي تقصات طويلة أو قصرات أو كالوني يكون النسيج إيه متغسط السمك لإعطاء القوام المناسب إيه للطنورة بعد كده بقول عند تنفيذ الطنورة اللي هي المتسعة الواسعة يعني زي الكولوش أو الدبلو كلوش يكون النسيج رقيق ونعم مثل الحرير أو القطن الخفيف يعني أنا ما باجي أعمل إيه جونيلا اللي هي الواسعة اللي هي الدبلو كلوش أو الكلوش لازم يبقى القماش خفيف جدا ليه؟ عشان يدي إنسدال على إيه؟ على الجسم لكن أنا لو عملته في قماش سميك هلاقي القماش واقف يبقى شابه الجبونة كده لما باجي أعمل الجبونة بيبقى الجيب واقفة كده ما بيبقاش في شكل الجونيلا حلو فأنا لما اجي أنفذ فيه الصوت في الجونيلا الواسعة لازم أختار قماش خفيف عشان يديني شكل الكلوش يبقى شكله حلو وفي نفس الوقت تبقى فيه إنسدال على الجسم يبقى مدي شكل جمالي للجسم ما بقاش شكل الجونيلا غير لاق تمام؟ نكمل مع بعض تحديد ثانية الزي الزي أحدد ثانية الدين طبعا كل جونيلا أو كل قصة ليها طريقة لتانية الدين وإحنا عارفين إن إحنا أما خدناها قبل كده تانية الدين بتبقى بتبدأ من 2 ل5 سنتي حسب الموديل بتاعي نرجع نشوف بقى هنا عند رسم البترون وخصوصا فيه أعداد البترون مجي أعاد البترون للقص بالجملة وعند وضع البترون على القماش سواء كان التفصيل الفردي أو بالجملة لازم أعمل إيه بقى؟ يتوقف عرض سانية الزيل على التصميم يعني أنا لو عاملة التصميم بيأخذ بحدد ثانية الدين دي حسب التصميم بتاعي ونوعية النسيج للمنتج يبقى أنا لازم حسب إيه؟ ثانية حسب نوع القصة وحسب الموديل وحسب نوع الخامة بختار التانية يعني دلوقتي لو هعمل جيب بلسي بعمل إيه؟ قبل ما بعمل قبل ما جاء عوديها تتعامل بلسي أو إن أنا هعملها كسر أو بلسي لازم طبعا بعمل لها أوفر الأول وبعد كده بتني التانية الديل بتاعتي تانية الديل بتاعتي بتبقى في البلسي أو في الكسر بتبقى 2 سنتي ما بتزيدش عن كده ليه؟ لأن أنا لو تانيت أعرض من كده بيبقى شكل التانية من تحت بيبقى شكلها مش حلو وبتدي تخانة وبتغير لي من شكل القصة فأنا لما يجي أعمل الكسر أو البلسي بروح تانية الديل الأول وبعد كده بكوي الكسر أو الكالونهات أو البلسي وبعد كده أفل الجوني فده بيبقى شكله أرقى وببقى التانية بتبقى في 2 سنتي ما بتزيدش عن 2 سنتي طب أنا هاجي أعمل بقى كلوش طبعا الجيبال كلوش ما بعملش برضو فيها تانية كبيرة بعملها تانية إيه؟ صغيرة ما بطولش لكن الجيبال ماكس ممكن بتبقى التانية بتاعتها من 3 إلى 5 سنتي يبقى أنا أي يبقى الجونيلات اللي ما فيهاش قصات كتير دي بعمل ممكن أعمل التانية عريضة لكن الجونيلة اللي فيها قصات كتير بتبقى التانية بتاعتها إيه؟ رفيعة ما بيزودش التانية عشان شكل المنتج وشكل الموديل ما يتغيرش بعد ما بخلص نكمل مع بعض أولا تحديد التانية من ناحية التصميم ونوعية النسيج التصميمات المستقيمة المنفذة على أقمشة سميكة زي الصوف والجبردين والكتان والقط عرض التانية بيبقى إيه 5 سنتي التصميمات زيت التنورة الواسعة اللي هي الكلوش تنفس في الأقمشة الخفيفة المرنة ويكون الثانية من 2 سنتي لـ 2.5 سنتي التصميمات المتوسطة التساع المنفذة في أقمشة المتوسطة يتراوح عرض ثانية من 2.5 لـ 5 سنتي كده إحنا عرفنا نوعية النسيج وإيه؟ ونوعية القصات وكل قصة بيتناسب معاها تانية الديل إيه؟ وده مهم جدا إن أنا ده بقول عليها اللي هو إيه؟ إن أنا بعمل تشتيب للمنتج أو الشكل النهائي للمنتج لأن تعتبر تانية الديل دي إن أنا بجمل المنتج بتاعي فلازم يبقى إما أجي أجمل المنتج بتاعي يبقى المنتج بتاعي شكله حلو والتشتيب بتاعه يبقى شكله جميل ويدي له جودة عالية ما يبقاش جودته إيه؟ رديئة يعني أنا أحب يكون المنتج بتاعي يبقى درجة أولى ما يبقاش درجة تانية ولا درجة تالتة نكمل مع بعض بعد عندي بقى الطنورة المنفصلة أو القمش زيت الطول الكامل هو الماكس يرعى أقلة تزيد التانية عن 3 سنتي تحديد عرض التانية حسب التشغيل إذا أحدد عرض التانية حسب التشغيل يعني حسب ما أنا بشتغل على النسيج وحسب اتجاهات النسيج والحياكة بتاعته إذا كان النسيج المستخدم للتصميم شفافا أو خفيفا زي الشيفونات يكون عرض التانية مضاعفا مرتين للتانية يعني أنا لو القمش بتاعي خفيف بقى إيه؟ بعمل التانية اللي هي المجوز بقول عليها التانية اللي هي المجوز مش هي المفرد إيه أنا ما باجي أعمل في الأقمشة الخفيفة بخلي التانية إيه؟ مجوز مش إيه؟ مش مفرد طب نكمل مع بعض ثانيا الزيل طبعا الاستخدام إذا كان نوعية المنتج تتعرض للغسيل يعني أنا لو هخسل المنتج ده بخسله كتير زي الأقمشة الكتنية يفضل تنفيذ التانية بغرزة الماكينة لتكون ثابتة يعني أنا بعمل الماكينة بخيط على الماكينة مش بعملها غرزة لفء بغرزة الماكينة لتكون ثابتة ومنعة من تفككها فيكون عرض الثانية للزيل طبعا لتصميم الموراة تنفيذ يعني أنا في القبل كده في القبليها لما بايجي أعمل التانية ميجوز دي بعملها بغرزة اللفء يعني باتني على إيه دي لكن في الأقمشة اللي أنا بخسلها كتير بيفضل إن التانية أعملها على إيه على الماكينة على طول وخيطها على الماكينة ما عملهاش غرزة لفء على إيه على إيه كمل نيجي بقى للقمر طبعا القمر بيتركب في إيه في دوران الوسط والقمر ده بيبقى إيه التشريب النهائي للجونيلا في خط الوسط طبعا القمر ده بعمله مين بعمله للجونيلا بعمله للبنطلون بعمله للشرط يبقى القمر ده حاجة أساسية عندي يبقى فيه الجونيلا فيه البنطلون فيه الشورط يبقى القمر لازم ليه مواصفات معينة ليه عرض معين وبيبقى مكوى يعني بحطله من جوه اللي هو شريط الجروجرام او بعمله بفزلين بحيث ان هو يبقى ايه قوي وماسك نفسه لان هو ده اللي بيسبتلي الجونيلا على الوسط وبيزبط لي دوران الوسط بتاع الجونيلا وبيدي شكل جمالي ليه ايه ليه الجونيلا وبعتبر ان الكمر ده اللي هو اللي بيعتي شكل جمالي ليه الجونيلا اكتر ما هو بيبقى تنظيف للوسط فممكن استخدمه كشكل كقصة ممكن اعمله في قصة وممكن اعمله كقمر عادي للوسط طب نيجي نشوف الكمر ده بيبقى ازاي طبعا الكمر بيبقى اما مرتفع عن خط الوسط يبقى اما بيبقى على خط الوسط بس اما بيبقى ايه بيبقى نازل عن خط الوسط مش بيبقى نازل كتيل يعني بيبقى نازل حوالي ايه خمسة سنتي من على خط الوسط اللي هو بيقول عليه الكمر الساقط يبقى اما كمر عنوي بيبقى مرتفع عن خط الوست بخمسة سنتري او منخفض ايه اللي هو بيبقى زي الوست الصات بيبقى منخفض عن خط الوست نكمل مع بعض كده ونشوف الكمر بنقدر ننفذه ازاي يبقى اول حاجة كمر الوست اللي هو للطنورة او البنطلون كمر الوست اللي هو اشكال متعددة وكثيرة باختلاف التصميم يبقى انا بعمل الكمر ده حسب التصميم بتاعي سواء للبنطلون او للجنلة او ايه للشورت وكمر الوست يكون جزء اساسي من التصميم واحيان يستخدم لاعطاء حلية للتصميم وهو يعتبر دعامة لمنطقة ايه الوست وينفذ للطنورة والبنطلون والشورت يعني انا عندي كمر ده بينفذ للطنورة والبنطلون والشورت ويجب ان يكون قويا ونهاية حروفه متنية وسبتة يعني انا باتني من ايه من الحرفين واقلبه ما بيجي انفذه باتني من الحرفين وروح ايه قلبي الاشكال المختلفة لبعض انواع الكمر كمر الوست الملابس ايه الحريم اول حاجة كمر ينفذ لمقاس الوست على المكان الطبيعي اللي احنا قلنا له ايه دوران الوست كمر ينفذ اعلى خط الوست اللي هو الكمر المرتفع وكمر ينفذ اسفل خط الوست اللي هو الكمر ايه الساقط او الوست الساقط قص كمر الوست اول حاجة يقص الكمر تبعا للمقاس المحدد ويوضح على نسيك طولي او عرضي حسب التصميم دي اول حاجة انا بقص الكمر تبعا للمقاس اللي انا محدده ويوضع على نسيك طولي او عرضي يعني انا بحط بحط الكمر ده ياما ايه طولي او عرضي وساعد بطلعه من الهادر بتاع القماش يقص الكمر الوست حشو يوضع يوضع بداخله بين الكمر والبطان يعني انا بعمل الكمر ده ايه بعمل كمر وبعمل بطانته وبعمل له حشو من الداخل ياما بشريط الجروجرام او بشريط الفزلي واحنا قلنا يقص الكمر الوست حشو يوضع بداخله بين الكمر والبطانة بنفس مقاس النموذج الطول والعرض وذلك عند استخدام اقمشة مرنة او متوسطة السمك لعطاء القوام المطلوب يعني ممكن اعمل الكمر ده من نفس خامة الجونيلا ممكن اعمله من خامة تانية بحيث انه هو يدي تقوية للجونيلا ده مهم جدا انا شكل الكمر عندي بيدي شكل جمالي للمنتج ولازم يبقى التشريب بتاعه يبقى يدي شكل حلو لانه هو جمال الجونيلا ان انا اعرف ان الجونيلا اه معمولة كويس جدا متنفذة صح وخطواتها صحي جدا من طريق التركيب السستة طريق التركيب الكمر تانية الديل دي اللي بيدي الجونيلا الشكل النهائي للجودة انا بقول الجونيلا دي جودتها عالية جدا جونيلا دي انا اقدر اشتريها لان اي حد بيجي بص على الجونيلا ما يجي يروح يشتري جونيلا بيبص على تلات حاجات جول بيبص على التشريب بتاع الجونيلا اللي هو تركيب السستة اه اه تركيب الكمر وتانية الديل يعني تانية الديل لو مش متنية كويس ومش متبعة الخطوات الصحيحة في تانية الديل ممكن تلاقي ان الديل فيه جزء اه ميل تلاقي فيه اه الجونيلا مسلا طويلة من قدام وقسيرة من وراء او العكس ان هي تبقى طويلة من قدام وطويلة من وراء وقسيرة من قدام او فيه ورورة في تانية الديل من اسفل نتيجة ان انا مش اه وانا بخيط مش ماشي مع اتجاه النسيج اه في الصحيح نبقى هم دول التلات حاجات اللي انا بعتبر ان دول اللي بيدوا الجودة العالية للمنتج بتاعي وانا بنفزه ماشي نرجع تاني مع بعض كماشي الحشو المستخدم للتقوية الكمر من الفازلين ويسبت باستخدام المكواه بضلجة مناسبة يعني انا بسبت الفازلين دوت على الكمر وبنافق بسبتو على البطانة مش على الكمر نفسه يعني بسبت الفازلين على كمر البطانة يترك مسافة قياطة طول طول بطرون للكمر واحد سنتي يعني بسيب في واحد سنتي في الكمر في خياطة لخياطة البطرون طب تاخذ العلامات للكمر ويتحدد خط النصف الامام الامامي خط النصف الخلفي وخط خياطة الجنب وخط التانية للبطانة اه اه واماكن العراوي والزرائل ان وجدت يعني انا ممكن اركب في الكمر ده ممكن اعمل فيه عراوي او ممكن اعمل ايه يعني اركب اعمل ركب علوة بزرار وممكن اعمل ايه اللي هي الكبشة او اعمله كابسونة حسب ايه حسب الموديل بتاعي ويبقى انا هنا لما باجي اعمل العلامات على الكمر يبقى لازم احدد الحاجات دي بحدد خط نصف الامام وخط نصف الخلف وبحدد خط الجنب كمان وخط التانية والبطانة اماكن العراوي اللي ننفذ على الكمر يبقى دي الحاجات الاسسية المهمة جدا ان انا بحددها اثناء تنفيذ الكمر وتركيبه على ايه على الجنلة بحدد الحاجات دي لما يجي اركبها وفين على الجنلة على خط الوسط تعالوا بقى ايه نراجع مع بعض كده بقى خطوات رسم الجنلة اللي احنا اخدناها برضو المرة اللي فاتت هنراجحها برضو مع بعض ونشوف ازاي نقدر نعمل قصات احنا المرة اللي فاتت اخدنا ازاي افرغ البنسة بتاعة الجنلة وازاي اعمل التوسيع في الجنلة ممكن بقى ناخد برضو ايه ازاي اعمل لو هعمل كلونة هعمل قصرة برضو يبقى الخطوات بتاعتها ازاي نراجع الاول مع بعض الخطوات ايه التصميم او رسم البطرون بتاع الجنلة ونرسم بقى نبدأ نرسم مع بعض المفوض ان احنا كنا رسمنا واتفقنا ان احنا هنجيب ايه الورقة او القلم مع بعض عشان ايه نراجع برضو الخطوات الرسم ونرسم سوي اول حاجة عندي في خطوات الاولى لرسم البطرون طبعا بشوف ايه هي الخطوات بتاعتي اول حاجة لرسم نموذج التنورة بنحتاج اولا لايه لعمل مستطيل اللي هو برسم المستطيل بتاعي اللي هو بيبقى محدد خط الوسط ويطول الايه الجنلة طب برسم خطو افكي وخط ايه وخط رأسي بقاول حاجة بعمل خط افكي وخط رأسي طب الخط الافك بتاعي ده بيبقى ايه بقاول لرسم نموذج التنورة بنحتاج اولا الى العمل مستطيل عرضو نصف محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي وطوله بيساوي طول التنورة يبقى انا برسم اول حاجة عندي بحدد المستطيل بتاعي بقول المستطيل بتاعه اه عرضو نصف محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي وطوله يساوي طول التنورة دي اول خطوة برسمها في البطرون بعد كده بعمل ايه بعمل المستطيل يمكن استعماله في الطنورة البليسية او الكالونيهات او او عنده تركيب استك او عمل كشكشة وهذا يمكن حصوله على الطنورة البسيطة يعني انا لو هاجي اعمل طنورة بسيطة يبقى هاجي هنا نبص بقى مع بعض كده احنا بنرسم ايه احنا قلنا هنرسم هنا مع بعض هرسم احنا قلنا الخطوات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها بقول هعمل المستطيل عرضه يساوي نصف محيط نصف محيط الارداف زائد واحد ونص سنتيو ماشي وطوله بيساوي طول الطنورة اللي انا عايزة انا فزها تمام يبقى هنا هاجي ارسم هنا مستطيل اهو كده اهو ده كده المستطيل بتاعي بقول عليه اللي هو محيط الارداف زائد واحد ونص سنتيو ماشي وطوله بيساوي طول الجنل تمام كده المستطيل بتاعي كده انا هرسمه اهو مع بعض ماشي واضحة كده اهو كده رسمت عرض وطول ده كده عرض الجنلة وده كده طول الجنلة الجنلة دي لو انا هعمل كشكشة او هعمل هركب استك بعملها مستطيل زي ما احنا شايفين كده واروح مركبها الاستك من فوق وتبقى دي ايه الامام والخلف مع بعض بيبقى زي بعض ده الامام والخلف مع بعض دي لو انا هعمل الطنورة البسيطة اللي هي اسهل حاجة عندي ان انا عايزة اعمل اه جيبة بكشكشة اه بحط بروح عاملة ده كده واروح ايه عاملة لها تشريبات بسيطة من هنا واركبها فيها فيها سواء باستك او ممكن اركب فيها قمر واعمله تشريبات كده بقى شكل الطنورة اللي هو اللي انا عملتها دي اللي هي الطنورة البسيطة خالص اللي هي اي حد ممكن يقدر يعملها لو عايز ايه ينفزها مفاش ولا قصات ولا بنس ولا اي حاجة خاصة نكمل مع بعض كده يبقى احنا كده اخدنا ايه طريقة عمل ايه الطنورة البسيطة كده احنا عملنا المستطيل طب لو انا هعمل بقى فيها قصات او فيها بنس او كده تعالوا شوفوا بخطوات التانية اللي بعد كده هنعمل ايه هنعمل في الطنورة ايه كذلك يمكن استخدام المستطيل في عمل الطنورة القصات وللرسم المستطيل عشان اعمل بقى ايه لو في عايز اعمل قصات او عايز اعمل كلونات اشتغل على ايه بعد كده طريق هنشوف طريقة الرسم اول حاجة طبعا احنا عملنا ايه المستطيل بتاعنا اه اللي هو اه عرض الاردف هنعمل واحد تاني كده عشان ايه نشتغل برضو ايه ما يعني فيه ده هنعمل فيه البنس والاجزاء بتاعتي هيجي اعمل عرض البطرون كده او بقى هرسم عرض البطرون حاول ايه نخفف ايدينا ازا هممكن استخدام نون تاني نكون خفيف مشان نعرف ايه اه هعمل عرض البطرون اهو كده ماشي اللي احنا نفس المستطيل اللي احنا عملناه اللي فات تمام اهو نفس المستطيل ده كده عرض ده كده ايه طول وهرقم واحد اتنين تلاتة اربع تمام وابدأ اعمل ايه باخد ايه نص محيط الارداف زائد ايه زائد واحد ونص صمتي وانروح محددة هنا المقاس اللي انا هشتغل عليه كده كده واعمل الخط بتاعي ماشي هنزل الاول ادي الخط بتاعي اهو بروح نزل خط خفيف خلص كده ماشي عشان اعمل خط الجامل يبقى انا خدت ايه نصف محيط الارداف زائد ايه واحد صمت طيب بعد كده باخد الخط من واحد لتلاتة طول الطنورة ده اعملناه خلاص هاخد بعد كده بمد الخطين واقفل المستطيل طيب بعد كده بعمل ايه باخد خط الجامب هقيس خط الجامب كده اهو واحط نقطة خمسة واروح موصلها كده لنقطة ايه ستة اهي كده انا رسمت ايه الايه البطرون بتاعي ليه حددت خط مين حددت خط الجامب ماشي بعد كده هاخد ايه بقى همشي مع الخطوات بتاعتي هاي احدد خط الويست هقول هاخد نص دوران الويست محدد الخطوط بتاع البطرون اهي واعمل خط الفاصل اهي بين البطرون بين ايه الامام والخلف اعمل خط خفيف خالص كده ماشي ماشي هطلع بس ده فوق كده بقيه بالرصاص ماشي كده احنا اخدنا ايه هناخد ده ربح محيط الارداف زائد واحد ونص سنتي تمام؟ عشان اعمل الخط الفاصل بين الامام وبين الخلف طب هاجيب عشان احدد خط الخصر باخد دوران الويست بتاعي اهو باخد هنا هكتب بس باللون التاني هاخد ربح دوران الويست الويست اللي هو الخص ماشي وزود عليه اربعة ونص اساسي سنتي طب الاربعة ونص دول بتوع ايه احنا قلنا الاربعة دي بتاعة البنس وهي النص ده بتاع مين بتاع راحة البطرون ماشي واحدد عندي كده هنا اهو المسافة اللي انا اخدتها اهي واروح طلع فوق واحد ونص سنتي واروح موصلها هوصلها الاول بالمسطرة كده وبعدين ابقى عملها ووصل ده كده بالايه بالمسطرة وبعدين هبقى عملها بدوران تمام اهو كده بعد كده هعملها بدوران تمام هاجي بقى هقسم الخط بتاعي ده النقطة دي احنا قلنا دي نقطة خمسة وستة ماشي دي سبعة دي تمانية هاجي من نقطة تمانية نقطة واحد واسمها على تلاتة وطلع المقسات بتاعة البنس بتاعتي اهي ادي مقسات البنس بتاعتي واروح نزل لكده البنسة الاولانية قلنا طولها كام طولها اربعتاشر ماشي عرض البنسة اتنين سنتي كده اهي والبنسة التانية طولها اتناشر ونص اهي وعرضها برضو اتنين سنتي هاجي بقى الون البطرون بتاعي اهو هاخد البطرون بتاعي الونه يبقى ده الخلف اهو تمام عشان يبقى ظاهر معي الناحية والناحية التانية هتبقى الايه الامام هاخد الاتنين مع بعض كده كده تمام وايجي الخط الفاصل بتاعي هعمل خط خط ونقطة زي ما احنا متعودين خط ونقطة اهو واجي خط ونقطة تمام كده انا عملت الخلف بتاعي وهكتب البيانات بتاعتي على ايه على البطرون عشان ما ننسيش يبقى دي بن ست نكتبها بالقام المفاية دي بن ست وسط بن ست وسط الخلف ماشي خط الجنب ماشي الخط الفاصل بين الامام والخلف وده خط نصف ايه الخلف وبكتب على ده ايه الخلف وده زيل الخلف طبعا احنا عارفينين البيانات والتلوين ببقى عليه درجة كبيرة قوي في الامتحان لكن احنا لما باجي اعمله هعمل البطرون ده وخليه عندي في البيت يبقى لازم اكون كاتب البيانات عليها مزبوط عشان ايه ازبط ايه الجزء بتاعي باجي بقى هنا في خط الوسط بتاع الامام باخد خط الوسط ويه بزود عليه اتنين ونص سنتشي يبقى انا باجي هنا هقول ده كان في الخلف ماشي هنيجي في الامام هقول هنا خط ده ايه باخد ربح محيط الوسط او ايه او الخصر زائد اتنين ونص سنتشي وقلنا الاثنين ونص دولات بتوع ايه بتوع البنسة برضو يبقى الاثنين دول بتوع البنسة والنص ده اللي هو روحة ايه البطرون تمام واجي اروح عملة كده اهم حد ده هاوصل برضو كده بلا ايه بالقلم الخفيف ده كده عشان يبين واطلع برضو واحد ونص سنتي من فوق ويه اوصل لا اه كده هنا بنزل اللي انا طلعته هنا بنزله هنا وروح ايه عملة خط مستقيم كده خلاص واجي هنا اروح عملة البنسة بتاعتي باخد التلت المسافة من ورا وعمل البنسة اهي طولها بيبقى عشرة سنتي وعمل عرض البنسة هو الاثنين سنتي واجي بعد كده الون البطرون باخد دي بدوران كده وانزل بده برضو بدوران كده اهو ماشي وعمل البنسة بتاعتي اهي كده وانزل الخط واكتب البيانات بتاعتي اهي على البطرون هكتب هنا خط نصف الامام ماشي وهنا ايه الامام وهنا خط الجنب وهنا بنسة الوسط ماشي وده هنا زيل الامام طبعا هنا باكتب عليه كده خط الوسط ممكن اكتبه كده ايه خط الوسط اهو طب كده خط الوسط ماشي كده انا رسمت البطرون الاساسي بتاعي بتاع الجنل طب هاجي بعد كده اعمل ايه زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت هاجي اروح مفرغ البطرون بتاعي كده نشيل بالي احنا اعملنا ده هاجي افرغ البطرون بتاعي اهو وخليه عندي على ايه على كارتونه خليه عندي على ايه على ورق مكوه او كارتونه طب ليه ليه بخليه عندي عشان احافظ على البطرون بتاعي وبكتب البيانات بتاعتي وبحدد البنص وبحدد اتجاه النسيج بتاعي وممكن اعمل بقى بعد كده القصات اللي انا عايزاها طبعا في واحد تاني بقى ده كده البطرون الاساسي بتاعي العادي اللي من غير توسية جيت هنا روحت مفرغة ايه الموديل اهو ماشي وعملت هنا في في الامام اللي احنا عملنا المرة الفاتت عملنا في ايه قصة قلنا هنعمل فيه كلونة ده مين ده كده الامام وده الخلف تمام تعالوا بقى نشوف هنا ايه من ازاي اعمل التعشيق بتاع الموديل ده طب ممكن اجيب ادي جيبت قماشة كده خفيفة ممكن اشتغل عليها طب الاماشة دي نحة ايه قماشة طبعا هي فيها نسبة مطاطية عالية فبالتالي ان انا لما اجي نفزها هنفزها في جونلة تكون ايه قصتها خفيفة يعني ما تكونش فيها شغل كتير ممكن اعمل فيها تشربات ممكن اعملها جيبة سك يبقى انا هاجي هنا في البطرون بتاعي يبقى انا مش هستخدم البطرون اللي فيه كلونة ولا اللي فيه كسرات مع الخامة دي يبقى استخدم ايه هستخدم قماش يبقى استخدم البطرون بتاعي الاساسي ده وهزود عليه بس الايه التوسيع هاجي اهو هنفترض ان ده كده القماش بتاعي اهو لازم اكون محدد عندي عرض القماش لازم اكون محدد عندي عرض ايه عرض القماش طب عرض القماش هنا بيبدأ من كم احنا قلنا عرض القماش بيبقى عرض سبعين او تسعين عرض سبعين او تسعين تمام او مية وعشرين او مية وخمسين حسب العرض اللي لقيه محدد من هنا اتجاه النسيج يعني انا اتجاه النسيج بتاعي هيبقى متني ولا مفتوح انا حط الجونيلا دي على ايه فهاجي من هنا اروح تانية القماش كده عشان انا ما باجي اعمل بعمل نص امام ونص ايه خلف بعمل نص امام ونص خلف هاجي احط مين اللي يتحط عندي على متني يبقى ايه الامام هو اللي يتحط عندي على متني هدي الامام اهو هحطه على متني وابدأ احدد بالقلم الرصاص البطرون بتاعي اهو امشي عليه كده اهو امشي على البطرون بتاعي كده اهو البطرون بتاعي كامل كده اهو ادي كده انا حددته اهو البطرون بتاعي اللي ايه ايه اللي انا رسمته طيب طبعا انا هنا مش مفرغ البنسة فهبدأ افرغ ايه ما نساش ان انا افرغ البنس بتاعتي اهي كده فرغت البنس ممكن استغنى عن البنس دي لو انا هعمل كشكشة لو هعمل تشريف في الوسط ماشي لو هيجي اعمل اه اه كسرات كلونات بليسية بفرغ البنسة دي في قلب الايه اصلا هاجي حط بال هنا اهو ادي الموديل بتاعي كده اهي وفرغ البنسة بتاعتي اهي كده اهي ماشي واحدد خط الجنب اهو من هنا عشان هعمل التوسيع في الجونيلا دي كلم هاجي بقى ازود التوسيع اهو روح مزودة التوسيع هنا كده اهو ماشي واروح موصلة التوسيع بي خط الجنب هاجي هنا بقى احدد لو نلونه عشان يبان ادي ادي البنسة هي كده انا كده ايه بحدد البطرون بتاعي على اللي انا ايه لسمته اهو كده واكتب هنا طبعا هنا ايه الامام ماشي واعمل اتجاه النسيج ما نساش اتجاه النسيج ده مهم جدا لازم اكون عارف اتجاه النسيج بتاعي علشان ابقى ماشي مظبوط ده مهم قوي اتجاه النسيج كده انا عملت الامام اهو حددته على مين على القماش كان ده القماش هبدأ ااخد مسافات الخياطة احنا قلنا مسافات الخياطة عند خط الويست بتبقى نص سنتي في الجناب بتبقى من واحد لاثنين سنتي اهي اهي كده اهو وزود مسافة التانية بتاعتي اللي هي احنا قلنا بتبقى من تلاتة لخمسة سنتي ايه دي مسافة التانية اهي دي كده مسافة التانية تمام كده انا خلصت مين خلصت تعشيء الامام هاجي اعمل تعشيء الخلف طبعا القماش عندي بيبقى طويل ان كان الورق بتاعي بيبقى قصير فايه صغير يعني فباجي اعمل بالبرتو هلزق كده الورق مع بعضه عشان بس انا بعمل كأن ده ايه القماش بتاعي ده طريقة التعشيء بتاعتي كده ده تعشيء على متني مش على ايه مفتوح يعني تعشيء فردي تعشيء بقى بالجملة او تعشيء المصنع ان انا بعمله على القماش كله احنا انا برضه هناخده مع بعض كده هاجي بقى بتحت دي اروح حطى هنا الجونيلا بس الجونيلا بتاعتي في الخلف بتبقى على مفتوح اهي بحطه على ايه على مفتوح فاسيب مسافة هنا كده هسيب مسافة هنا كده اهي ليه التانية اهي كده واروح حطى هنا ايه ايه الجونيلا طبعا انا عندي مسافة السستة فاسيب اتنين سنتي المسافة دي اتنين سنتي واروح مع حد ده هكده عشان منساش اهي اهي كده اهي كده طبعا انا البنسة في الموديل ده ممكن اعمل بنسة واحدة ما عملش ايه بنستين يعني ممكن اعمل بنسة دي ما عملش البنستين بنسة التانية لان انا الموديل بتاعي انا بعمل حسب الموديل اللي انا هشتغل عليه وعمل التوسيع اهو كده انا عملت مين الخلف اهو هاجي بقى احط مين مسافات الحياكة بتاعتي احنا قلنا هنا نص ايه هتبقى نص سنتي اهي كده ماشي وده طبعا لغاية الاخر اهي وهنا بتبقى واحد سنتي واحد او اتنين سنتي حسب ايه المسافة بتاعتي وانزل بقى بيها لغاية تحت ماشي كده انا اخدت مين اخدت الايه الطول بتاعي هنا بقى اروح عاملة ممكن اعمل القمر بتاعي في الحتة دي اخد الجزء ده واعملوا ايه القمر بتاعي اخد ده كده واعملوا ايه القمر بقى القمر والطنت باطلع بيه خط كده اهو ما ده ايه القمر وزي ايه البطن بعد ما بخلص على الورق بقيس الجنلة بتاعتي دي اخدت قد ايه قماش يعني انا كده بكتفي بقى كده هو هنا واروح قفلة كده واروح ايه قاصص الورق بتاعي هو اللي انا نفست بيه كأن ده القماش اهو كده وايجي اروح قايس بقى اخد قد ايه قماش قايس من اول ما اخدنا من هنا من فوق الطول تلاتين كده اهو هنا كام خمسة وتلاتين واروح ضرب الخمسة وتلاتين في تلاتة علشان انا برسم بنص مقاس مش برسم برسم بتلت مقاس مش بمقاس ايه كام يبقى خمسة بكده الجيبة دي هتاخد ايه متر وخمسة سنتي يبقى انا كده الجونيلا انا عملتها دي هتاخد ايه متر وخمسة سنتي هاجي اللي انا عملته هنا ده هروح اعمله على الجونيلا طيب انا كده عشات على ايه على الورق وعملت مسافات الخياطة فما يجي اقص انا هقص على مسافات الخياطة بتاعتي ممكن استخدم ده واقص ده اقص كده على مسافة الخياطة يبقى انا كده هوفر معي كتير تعالى بس الاول نشوف احنا هممكن نستخدم ازاي الجونيلا دي نحطها على الايه القماش بتاعنا تمام عايزين نشوف الجونيلا ان احنا عملناها دي ازاي احطها على القماش بتاعنا وننفذها حالا دلوقتي مع بعض طبعا هي القماش غمقه بس انا عملنا نهيات بين مع بعض كده طبعا انا بحدد هنا الاول حاجة اتجاه البورس البتاعي نازم يكون محددة اتجاه ايه البورسل لما باجي اشتغل باشتغل على ضهر القماش مش على ال ايه الوش يعي ده الوش ما باجي اشتغل واعلم واخد العلامات باشتغل على ايه ضهر القماش فهاجي اعمل اول حاجة عندي ده اتجاه البورسل هاجي اروح تانية القماش بتاعي اهو كده واعمل الجونيلا ماشي احط بقى كده اهو ادي الامام اهو كده بس انا هدبس بالدبابيس بس اشتغل بسرعة بس كده عشان ايه الوقت بتاعنا هدبس البطرون بتاعي بالدبابيس اهو كده اهو ماشي ده كده الامام واحافظ على البطرون عشان خاطر ما ايه ممكن استعمله مرة تانية شايفين كده اهو واجي بالمرك بتاعي اهو بالقلم المرك اروح معلمه على البطرون اهو انا في الجونيلا دي مش هعمل بنس عشان قماشة بتاعتي مطاطة قماشة بتاعتي ايه فيها مطاطية انا كده حددت القماشة حددت البطرون وابدأ احدد مسافات الحياكة عليها اهيه كده اهو مسافات اللي انا هخيط عليها وما يجي هقص هقص على ايه هقص على اللي انا علمت عليه مش هقص على البطرون نفسه يعني لما يجي هقص هقص على اللي انا علمت عليه من برا ده كده انا عملت مين الامن? تعالوا نشوف الخلف. احنا قلنا الخلف لما يجي اعمله. هعمله على ايه? على مفتوح. يبقى الوماشة بتاعتي مفتوحة. مش متنية. اهي. كده. هيجي اهو كده. ادي الوماشة بتاعتي اهي. انا متنية هنا كده. اهو. وحط الخلف بتاعي. ماشي. هحط الخلف على ايه? على مفتوح. اهو. واسيب المسافة بتاعت تانية الدين. تمام? وهسيب المسافة بتاعت السستة. واروح ايه? مسبتها برضو. بالدبابيس. اهي. كده. ماشي. اهي كده. مرة جاية بقى ايه? نجيب قماش ايه? تاني عشان نعرف نوعية القماش اللي احنا هنشتغل عليها. اهي. واروح محدد على البطرون اللي انا بسميه اهو كده. اهو. كده بالمرك. طبعا انا بستخدم المرك ليه? لان المرك بيبقى ايه? بيبقى خفيف. مش ايه? مش تقيل. وانا شغال علي. اهي كده. كده انا حددت اهي. على المسافة اللي انا هاقص عليها. وابدأ اقص الايه? الجنال. كده انا عملت اهو. احنا ماخدين بنا كده. عملت الايه? الخلف. وعملت الامام وعشقته مع بعضي. وابدأ اخد ايه? القمر من الهادر اللي هيطلع علي في القماش. تمام? ممكن بقى نقص مع بعض كده. الموديل. وده كده القمر. ممكن احطه في ايه حتة من ايه? من القطع بتاعتي. هبدأ اقص كده. شايفين كده? طبعا انا ايه? جبت دبابيس صغيرة ورفيعة جدا. مشي دبابيس استخينة. عشان ما تخرم ليش القماش وما تبوزه ليش. اتنين كده اهي. اهي. طبعا انا بمشي على ايه? على الخطوط عشان ما عملش اي اوجاج في البركون. اه. كده احنا قصينا هو هفك بس الدبابيس بسرعة. قصينا الامامة هو. على المسافات اللي انا حددتها. كده بقت شكلها هي. كده الجونيلا جاهزة ان انا ايه? اخيط. طبعا. كده احنا ايه? خلصنا النهاردة الجزء بتاعنا اللي احنا المفروض هنشتغل عليه. اللي هو ازاي انفز الجونيلا. اه اتمنى بقى ان احنا في فترة الاجازة دي نبدأ نشتغل ونكون نفزنا كلنا جونيلا وشكلها حلو. والتورهاني على الجروب بتاعنا بتاع التعليم الفني. كناة مصر التعليمية. والحلقة الجاية ان شاء الله هندخل على طول في رسم البنطلون. وهنبدأ نشتغل برضو في البنطلون. ونعمل قصات متنوعة من ايه? في البنطلون. اشوفك على خير في الحلقة القادمة. سلام عليكم.